عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان بهدف النهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتحديث اللوائح المنظمة للعمل في جميع قطعات الوزارة والجهات التابعة لها وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الدور الحيوي لوزارة الصحة في تقديم الخدمة الطبية المتميزة لجميع المواطنين ورفع العبء عن كاهل المرضى غير القادرين من خلال خدمات العلاج على نفقة الدولة ودعم العلاج المجاني وإنهاء قوائم انتظار الجراحات العاجلة والحركة كما شدد مدبولي على ضرورة تباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية العلاجية لزيادة مؤشرات التعافي ومنع الأمراض السارية وغير السارية والعمل على رفع كفاءة الفرق الطبية علميا وفنيا وماديا وتبادل الخبرات البحثية والعلمية ودعم جهود توفير مستلزمات التشغيل لجميع المستشفيات والجهات التابعة لوزارة الصحة اشتركوا في القناة